على دليل الفلاس السيد ابراهيم لما تطلع إشاعة الناس توقع تفكر كده إيه علاقتها بالأحداث اللي تحصل النهاردة هو فيه إيه هو ليه بنتكلم كما لو قلنا أمرا جديدا قد حدد هو ليه بنتكلم في الموضوع ده النهاردة فتكتشف مثلا موضوع مؤمن مؤمن زكريا كابتن مؤمن زكريا قعد هو وكيله معكمة السعر الحافظيس في شهر ثمانية بداية الموسم وتم الاتفاق على كل التفاصيل التي لا علاقة بموقفه ومستحقاته وعلاجه وموع العودته وكلام ده كل من بينها إنك إتنا مش هتكون مقيد غير لما يتم شفاك بإذن الله ونرجع نشوف في يناير الوضع ما هو الجديد اللي يخليك تطلع إشاعة إن مؤمن والمستحقات وتخله عن علاجه وكلام الفارغ ده في التوقيت اللي كابتن مؤمن كل ما تم الاتفاق مع الكابتن سايد عبد الحفيز كما وردتني الأنباء من الكابتن سايد عبد الحفيز أي خلال قنوات رسمية أنه تم الوفاء بكل ما تم الاتفاق عليه وأن الأهلي ما زال ملتزما بما تم الاتفاق عليه وأن علاجه ها هناك قرار مجلس إدارة به يوم يطلع لك إشاعة لما تفكر فيها تجد إن المنافس بتاعك ها عنده مشكلة والإعلام بيتكلم فيها لازم أخلق له إشاعة تعمل أزمة تعمل توازن الله يبقى أنت هنا بتتكلم في دي وهما بيتكلموا فيه ها فبعد شوية يلاشوا بعض وهذا موقف إحنا عايشينه وبقالنا سنتين وفهمينه وعلى جماهيرنا وعلى إعلامنا أن يستوعبوه لكن المشكلة أنك بتوظف مجموعة من أصحاب الانتماءات إنها تاخدك في السكة دي وتصدر لك قل لي إيه معنى أن أنا أجيب لعبة النادي الأهلي الذين تقلقوا المعارين وأقعد أتكلم معاهم تقبل ترجعوا للأ آه لعبة المنتخب اللي لقم آه آه نبتدي ببيكهم ولكن نضغط عليه لحد ما قول واللحد اللي موجود عندك يعني عمار حمد ما هو عندك لسه أنا أنا جايلك في الكلام آه فتجيب كابتن بيكهم ويبضل الأسئلة تحصروا في اتجاه إنه لأ ما فيش مشكلة بقى والحطة اللي حلاقي نفسي فيها حلعب فيها حروح لها ويعني حشوف بقى ساعتها مين محتاجني أكتر تصريح آه لما يصدر من آه حد من أبنائك آه طيق مش مريح واخد بالك ليك أو لجماهيرك يعني مش ليك كنادي يعني النادي مش هتعامل غير باحترافية شديدة طيب إذا آه يعني مصالحه ومستحقاته طيب ونت كنت عارف عقدك مكتوب في إيه يعني إيه الأسئلة اللي بتطرح دي وفيه حد بيمضي عقده ومعه كيل مش عارف هو بيمضي عليه طيب أنت واثق قوي خلاص يبقى أنت عارف إن محدش حيدور ما بتقراش يعني ثقة ممكن دي حاجة كل ملاعب يتقلق يعني رمضان بيكم بسم الله ما شاء الله تطور وهو دي كانت فكرة الأعرم الأول مع النادي الآل أي وبعدين هنا حاجي لك قصة الموضوع ده مربوط بموضوع مهم جدا معلش إيه يمكن إحنا في الدردشة الأولانية دي بنفتح كذا لا لا أقول طيب أجيب بقى عمار اللي أختير في تشكيلة التشكيلة الأمثل في البطول نفسك كلا أنت تحب العكس بقى تحب تطلع عارف ولد استنى قال له أنا عايز ألعب عشان بس الولد ده زكي شوية اتعلم بقى من اللي بيحصل قدامه في يعني كان كلامه رصين فابتدى يقول والله أصلا نفسي أروح توكيو وعايز ألعب عشان أروح توكيو لكن أنا تحت أمر النادي الآلي يتم حصاره يعني أنت كنت مظلوب يعني أنت كانوا عبدينك تلعب يعني أنت ما بتلعبش إخوانا لعيب تسعة وتسعين ناشئ العمر المديد قدامه بيتم إعداده على أعلى مستوى عشان نستفيد من موهبته المميزة وإمكاناته العالية عشان ما ينزل يبقى نيج لكن لا نفضل نسأل ونحاصر وهكذا يعني يعني النهاردة نهير مثلا في السياق ده باشواندس ما هو بعض أو البرامج دي نفسها ما حدش بيجيب مثلا محمد صبحي حارس المتعب الوقت أحسن حارس في أفريقيا طب ما انت ليه ما جبتش غل لعبت الأهل طب مصطفى محمد طب ما زاله ما لعبتش ما انت ممكن تسأله السؤال ده وصبحي أحسن حارس ما بتلعبش الله ما طبيعي ان في وجود عواد فرص صبحي مش هتوبة كبيرة وإمام عشور وغير وغير وإمام عشور مثلا لكن لا انتقائية موردة وفتوح ممكن تجيبه أمها معار لو عارض عليك ترجع لا لعبت الأهل وتضغط وتحصر بالأسئلة وتكرر السؤال وتكرر الإجابة لحد ما تحصل على الإجابة اللي انت نفسك فيها ده حسابات انتخابية مستمرة مش انتخابية وفي بعضها انتخابية رواسب وبعضها لا انتمائية لا هو فيه ناس عارفة يا بتعمل إيه والحقيقة أنا يعني حراجع نفسي يعني أنا كنت مبسوط جدا ومنباهر بتنين شباب جمال جدا في وجهة نظري بس أنا لاحظت ان دلوقتي لا اللي اتجاه كله انك تتصاديف ناس لسيء للنادي الأهلي يعني تتصاديف كابتن أحمد سمير فرج ويحكي لك القصة اللي احنا ردينا عليه بعدين في النص يقول كلمة ما تقفش تسأل وتستغرب وتتقصى ازاي الراجل ده بتأيد في مارس لنادي الزمالي مع انه باعترافه هو شخصي هو اللي قال في قد في يا ناير خلو في مارس لما خدت جود اللي هو فيه سلبية بالنسبة للنادي الأهلي وركزت عليها وسبت الباقي مش كده مش كده خلينا فرصة نحسن الظن عشان كده بقولك هي بتبص لها طلعة في أوقات تغطي على حاجات تانية احنا بقى ليس أمامنا إلا حاجتين مهمين جدا نشتغل على نفسنا بحيث ان احنا نقدر نقاوم كل الظروف دي والنقطة التانية ده مهيرنا لا تستدرج عشان كده بتقولي هو الأهلي مش هيرد في الموضوع هيرد فيه الاستراتيجية اللي تفتح بيها الموضوع لأن انت أول ما تدفع عن نفسك يبقى واعت في الفخ صحيح عشان كده وعشان جمهورنا وعشان الأمر يخص لاعب عنده ظروف مرضية ربنا يا رب يتم الشفاءه على خير بإذن الله وكل الجمهور متضامن وداعم نفسيا جدا لمؤمن اللي من يتمنى له يا رب تمام وسرعة الشفاء كنت بتكلم أنا والمهان تسعاد لي قبل الهوى تقريبا الحدوتة فيها 3-4-5 حقائق نتمنى ان هم ما يتوهش على حد ويخلوا جمهور الله مطمئن جدا جزئة الأولانية ان حد يستخدم تعبير الأهل بعت الاستغناء للعب في البيت مو من ما كانش مسجل عشان يتبعت له الاستغناء مبدئيا ده دليل الإفلاس أو الدليل على دليل الإفلاس ليه دي بتبقى إجراء روتيني مع كل العب أيوة ده إجراء روتيني بالنسبة للقيد اللي هي بتقول إيه اللعيبة اللي عقودها سارية ومش هتتسجل في القائمة النادي أي نادي ملزم خلال أسبوعين من آخر مباراة في الموسم الماضي يخترهم يخترهم على منزلهم انت مش معايا في القائمة ده أختر أحمد حمودي وأختر هشام محمد وأختر كل اللعيبة اللي مش هيتم قيدهم في القائمة وإلا تترتب لللاعب حقوق وتترتب على النادي مخالفة قانونية فالآهل سليم من الناحية الإجرائية والقانونية لأ وتقلوا ده متفق عليه أنا مش هقيدك دي النقطة التانية بقى النقطة الأولينية دي طبيعة الإختار اللي كان من ثلاث شهور ودي تعاملت مع كابتن عمد النحاسو تعاملت مع كريم ندفد وتعاملت مع إيلبرتو يعني النقطة التانية ما يتعلق بعلاج مؤمن خليكم متطمنين مية في المية على إنه ثوابة النادي الأهلي في الوفاء بالتزاماته تجاه أبناء وتجاه كل لعبته دي مسألة أخلاقية لا تقبل النقاش وأي حد يتكلم فيها مفلس بجد ده أنا قلت لك أبسلة على لعيبة كنا أعرناها وتعورت في أندية في الأندية المعار إليها اسحق أوله بلبرتو وفي لعيبة بقى لا وحسين أمين وحسين أمين ومحمد علي فأرجوك الناني الأهلي اللي تولى علاجهم اللي بيلعبوا في المنطقة دي يلعبوا غيرها يشوفوا لهم سكة تانية غير جزئية الأخلاقية دي ترجمة نانسي قنقر